السلام عليكم اليوم ان شاء الله سنشارك معكم حلوة لا كريم ناجحة اللي قد جيما ان شاء الله عالية مكونات سهلة وبسيطة وفي متناول جميع سنعطيكم القياسات بالكأس والملعقة وكذلك بالميزان مع واحد زي اللي هو راقي وسهل وبسيط تحضروها لأي مناسبة عندكم أي مناسبة سعيدة منبدأ وعلى بركتي الله بسم الله باش منزيدش نطول عليكم سنجيبوا واحد البول اللي سنعملوا فيه قفصة من الملح ونحتاجوا أربع بيضات اللي يكونوا بدرجة حرارة المطبخ يعني ضروري أنهم ما يكونوش من قبل في التلاجة لأن من اللي كيكونوا في التلاجة راه الكيكة أو لهذا الخليط ما كيبغيش يتخفق لنا بسرعة من بعد كنحتاجوا السكر عندنا السكر 120 غرام ما يعادل 7 ملاعق كبيرة أو لكأس من السكر عندنا هنا سكر بنكهة الفانيلا 7 غرام ونصف في كل كيسي يعني في المجموع عندنا 15 غرام كنجيبوا وضرب قهربائي وكنخفقوا حتى كي تضعف لنا الحجم ديال البيض مع السكر وكيولي على هذا الشكل يعني كي تضعف الحجم دياله وكيولي أبيض وقوام تقيل كالكريمة شوفوا ضروري يكون هكا باش نجح معاكم كذلك عندنا 120 غرام من الدقيق ما يعادل 7 ملاعق كبيرة أولا كأس وربع من الدقيق إذا اخذتوا القياسة بكأس العنبا 8 غرام أو لكيس واحد من خميرة الحلويات بيكين باودر هنأخذوا منه ملعقة صغيرة ملعقة صغيرة تكون مملوئة سافي ومن بعد غدين راكيب قافي يعني تقريبا كتبقى ملعقة أخرى هنا على بركتين لكن جيوك نخلطوا الخميرة مع الدقيق باش كتعطينا الخميرة المفعول ديالها وكنضيفوها لخليط ديال الدقيق من بعد أو لخليط ديال البيض من بعد غدينضيفو كيسين من الكاكاو 7 غرام لكل كيس ما يعادل ملعقتين كبار لأن كل كيس كيوز لنا ملعقة كبيرة ومملوئة سافي هنا على بركتين لكن نضيفوها دوك الكيسين ديال كاكاو دائما في غير بال باش ما يبقوا شنين هذوك التكاتولات سافي بعد ما كنضيفوهم كنبدوا نحركو في نفس الاتجاه ومن الأسفل للأعلى راك نحركو ببطء هنا يا غير سرعة الفيديو باش مينجوش ممل كنحركو بشوية سافي كنبقوا نحركو حتى كنحصلو على خاليط متجانس هنا يدهننا القالب بالزبدة او لا بالزيت وغادي نجيو على بركتين لكن نرشوه بالدقيق ونزولو الدقيق الزائد انا ردهنتو بالزبدة سافي شوفو القوام ديال الكيك كيفاش كيكون بعد ما كندخلو فيه الكيك ولا كندخلو فيه الدقيقة عفوا كيولي خاليط تقيل من بعد غادي ندخلو الفرن بارد كنعملو النار من الأسفل بالنسبة لدرجة ديال الحرارة نعملو 160 درجة مئوية حتى ينضج ويتحمر من الأسفل من بعد نحمروه من الفرن وفي انتظار اننا او لا ان الكيك نضجلو في الفرن سنحتاجون نصف كأس من السقر معاك السقر بنكهة الفانيلا من وزن 7 غرام ونصف سنضيف الفانيلا على السقر ونضيف الماء كأس من الماء يعني الماء ضيع في السقر ونوضعوه على النار حتى يغلي ويدوب السقر من بعد سنحتاجوا لاموس شوكولات لاموس خطيره في المدق لاموس وضعوه على كريمة ناجحة وهذا لاموس نعملوها عادة مع ربع لتر من الحليب لكن هنا نقص الكمية لكريمة ناجحة صافي هنا نحتاجوا كأس من الحليب اللي كيكون مجمد كان في المجمد زائد ملعقة حتى هي يعني تقريبا كأس هو قليل من الحليب هنا على بركتي ونخفقوه كي تخفق بسرعة لان الحليب كان في المجمد وحتى العلبة هي كمشتوا معاييرا وريتكم كمية الحليب سنخفقوه حتى نحصلوه على الكريمة اللي كتكون متماسكة يعني بقى استمروا في الخفق حتى تتماسك الكريمة سوف يدخلوها الكلاجة ونرجعو الكيك ديالنا بعد ما برد لنا كيكون هذا وشكل ديال وراه كي يجي كيك ناجح مئة في المئة ماشي مئة في المئة مليون في المئة غير تبعوه معاييرا صائح هنا ما شاء الله هاد الكيكة ستقدروا تقسموها حتى الخمسة لكننا نقسمها غير على 4 لاننا نعمل غير علبة واحدة من الكريمة باش تكفاني سفي هنا على بركته لكن نجي ونبدأوا نقسمو الكيك نعلموه هو الاول واحد السكين ومن بعد نبدأ نقسموه في ذيك العلامات وبنسبة الوجه ديالو حتى قسمتوه من بعد غادي نزولوا هذيك القشرة الخارجية باش يتقدلنا الوجه ديال الكيك لكن راحنا غا نخدموه مقلوب يعني اللي كان الوجه هو اللي غا يولي في الاسفل والعكس اللي كان في الاسفل هو اللي غا يولي في الفوق باش جينا الكريمة باش جينا الكيكا مقادة سفي هنا على بركته الله الكريمة نقسموها شوفوا كيفاش نقسموها نقسموها على نصفين ونصف غا نقسموه على ثلاثة ونصف الآخر غا نخليه لتزين سفي هنا على بركته الله نقسموها نقسموه على ثلاثة كل جزء كنعملو فيه ثلاثة هكا باش هاد الكريمة او لالعلبة ديال الكريمة واحدة فقط راها كافية ووافية باش غا تحضروا بها كيكا سفي بالنسبة القلب قياس ديالو 20 سنتيمتر نسيت ما قلتها ليكون في الاول القياس 20 سنتيمتر تقدروا تعملو حتى ال 22 سنتيمتر را تقدروا تقسموه على 4 سفي هنا يكن بقى نسقيه جيدا وكنوضع الكريمة حتى كنكملو الكيمية اللي هادك يعني الكيمية اللي كتكون في الداخل من بعد كنعملو القطعة اللي في الفوق كنسقيوها كذلك جيدا ضروري تسقيوها جيدا لان الكيك مفيش سوائل مفيش الزيت فهنا على بركة الله كنجيبوا قطع من الورق وكنوضعوهم في الاسفل باش يبقى لنا الصح نضيف من بعد وكنبدا ونغلفو الكريمة او كنغلفو عفو الكيك بدك النصف ديال الكريمة اللي كنا خلينا غير النصف دياله ونصف الاخر غنعملوه لزين سفي هكا را علبة واحدة كتجي كافية سفي هنا على بركة الله شوفوا الطريقة باش كنغلفو كنبقى ونضيفو الكمية او كمية بكمية ونقضوها حتى كننحاولو اننا نملسوها ونفينوها مزيان اذا نبقى مستمرين بهكا حتى كنفينو الكيكا جيدا هيكا تبغي غير شوية ديال الخاطر باش كنقضوها وجهنا مقدة سفي هكا كنبقى مستمرين سفي هنا على بركة الله بعد ما يعني فينينا شوية كنكملو لهاكا الفينيسيون كنوضع السكين في الماء علاش باش يملس لنا الكيكا سفي هنا على بركة الله كنحاولو اننا ننزولو ذاك الورق كيبقى لنا الصح نضيف تماما ومن بعد كنجيو وكنبدو نوضعو الكمية الاخيرة من الكريمة هذك النصف اللي خلينا نصف غلفنا به والنصف غدي نزينو به سفي غدي نزينو هنا على شكل ورود وكذلك في الاسفل كنحاولو اننا نزينو على شكل ورود صغيرة ومن بعد غدي نجيو غدي ناخدو العقيق او لا شوكولاتة او اللي بغيتو غدي نبدو نزينو به ممكن تعملو حتى هذك العقيق اللي كيكون يعني وحيدة كبيرة كل وحيدة توضعو فيها وحيدة غدي نزينو هكا كذلك هذو كليف الجوانب ومن بعد ضوبنا الشوكولاتة بشكل عادي وكنكتبو المناسبة اللي عندنا سواء عيد ميلاد سواء النجاح سواء خطوبة مهم المناسبة اللي عندكم صافي انا هنا يا كتبت هابي بيرث داي وصافي كيكون هذا وشكل نهائي الكيكة دينا غدي نحاول انني هذك الشوكولاتة او هابي بيرث داي غدي نعمليها اللون الذهبي وانتوما كيبقى لكم الاختيار نتمنى كيكة اليوم نتمنى تجربوها وشكرا على المتابعة والسلام ترجمة نانسي قنقر